لأنهم كانوا في النهاية دايماً بيخشوا من الدور المصري اللي هو يمحبط كل المؤامرات في منطقة الشرق الأوسط فإحنا كان بيمرس علينا دور وبيجهزوا مصلح العمليات في الجزء الاقتصادي عشان ما نستشعرش كمواطنين وكمواصلين حجم الشقة اللي إحنا تعبنا فيه في العشر سنين اللي فاتوا لسأنا شايف إن الانتخابات دي هتحطنا يعني على بداية الحلم المصري الحقيقي اللي إحنا بنشأ واتعبنين فيه من 52 هنرى إن شاء الله كنت بتحدث مع حضرتك دكتور شام يعني منذ قليل عن حالة التناغم الحقيقة اللي بنراها ما بين طبعاً الدور الكبير والمهم اللي بتقوم بالهيئة الوطنية الانتخابات تطور تكنولوجي جيد جداً يعني تقديم الخدمة للمواطن بشكل سالس جداً بحيث إنه العمليات الانتخابية لا تستغرق وقت طويل أيضاً المواطن استشعر هذا الاهتمام وبناءً عليه يعني كانت يعني مشاركته إيجابية وفعيلة كيف يعني نحول حالة التناغم اللي بنلمسها في هذه الانتخابات إلى حالة عامة نعيشها بشكل يوم وهو الشرعية ما يحدث الآن هي اللي هتقودنا بقى إن إحنا بالنسبة لنا إن إحنا ما فيش حاجة بعد كده المفروض هنعملها إلا بمستوى الجودة دي ومستوى التناغم دي وهيبقى فيه قوة يعني قوة للرئيس القادم هو جاي بالنسبة له بإرادة شعبية حقيقية حرة وعية حرة ونزيهة انتخابات العالم كله شاهد عليها فإنتي وقف على خطوات شديدة الثبات فده هيديك بقى فرصة إن أنت بالنسبة لك من بعد هذه المرحلة إن يكون فيه خطوات حقيقية هنطلع بقى خطوات أملاقة كبيرة لبناء استكمال الحلم المصر اللي احنا كنا ماشيين فيه وما نقضالش نشوف مشهد اللي هو الهيئة الوطنية بمعزل عن إنه هو ده شغل كبير تم من خلف الكواليس وإرادة سياسية حقيقية إنه هو المشهد يخرج بهذا الشكل وحرص الدولة المصرية على أن تكون يعني هذه الانتخابات طليق بحجم مصر من كافة النواحي سواء كان في الداخل أو كما تبعناها في الخارج أيضا احنا بنشوف مشهد النجاح مش الأخير ده وراسل سلة من تركيبات وفيه مؤسسات عريقة في الدولة المصرية ده إرادتها الحقيقية الميزة في الكلام ده بقى إيه إنه هو ده مش خطاب إعلامي إحنا أنت وإنت بتقولي هذا الكلام الواقع أمامك في الشارع بالضبط يعني احنا بنشوف دلوقتي الكلام ده ثمرته إن الناس شفته إن الناس قدرته الناس نزلت ليه رزلة بالملايين وبهذه الأعداد لأنها شفت اللي تم الناس في الصعيد الناس في الصعيد شفت اللي حصل في حياة كريمة حيوات اتبدلت يعني بيتموحوا الاستكمال ده بالاستكمال يعني ويكون بسرعة أفضل وأكبر وأحسن لكل قرى ونجوع مصر الشباب اللي إحنا بالنسبة لنا مهتمين بيهم ومشاركة الشباب وإنه هو كيانات الشبابية والشغل اللي تم من 2016 إلى الآن هو ده اللي شايفين ثمرته الوعي السياسي والوعي الوطني اللي بيتحرك في الشارع دلوقتي هو إحنا إحنا بس كنا محتاجين إن إحنا نشوف مشهد متكامل نستشعر حجم اللي حصل وإحنا بالنسبة لنا ناخده كثقة في نفسينا كمصريين وإن إحنا بعد الوقت يمنون إيه أوان انتهت كل الأصوات التي تشكك في الدولة المصرية وقدرة الدولة المصرية اللي بيحدث في كل الميادين غير مسبوك استقلالية القرار الوطني دي بتشعرك بشوع من العزة والفخر صحيح القرار بيصدر من القيادة المصرية صادر صرف يقدر مصالح الدولة المصرية بوضوح خطوط حمراء بتتحط هنا وتوجهات بتتحط دولة تحس إن أنت بالنسبة لك دولة هي بالنسبة لها فتية يعني عايزة فرصتها في التاريخ تزبط تقول حاجة بصنع قرارها بيديها وأنا شايف إن هذه فرصة اللي بيحصل فعلا تاريخي إن إحنا بالنسبة لنا ده المفروض نغدو ونبني عليه اللي إحنا شفناه سلسلة من أحداث إرادة سياسية قوية جدا خلف مؤسسات لديها فكر لديها إرادة لبناء ولديها القدرة لبناء دول حقيقية هو ما ده مجهود كبير تم واستجابة للشعب يعني هو اللي تشوفتي دلوقتي هو بالنسبة لنا ده الشعب حس على الحقيقة وبالتالي ده هو عنوان النجاح اللي حصل هو إحنا بالنسبة لنا مش جايين إنه نزايت في الإعلام الشارع موجود قدامنا إلى الآن النسفر في المقارات مش معقول تنزل الملايين دي هي دي نزلة نزل وحدها بزرعة القائل وفقا لمراسلين يعني أسر بالكامل بتنزل المشاركة في العملية الانتخابية ليس على الاعتبار إنه هي فقط حق سياسي لكنه شكل من أشكال التفاخر والعرس في الدولة فلابد منها المشاركة فيه وهذا هو إحساس المصريين دايما بالشكل العام إنهم لازم يكونوا جزء مما يحدث على أرض وطنهم وطبعا إنه هو جزء من الصورة وإحنا ما زلنا بنقوله يعني بنقول نسبة التصويت 45% فإحنا دلوقتي مش محتاجين إن إحنا بالنسبة لنا نقول لا بس أنت كمصري محتاج تقول الدولة واللي إحنا قاعدين من التكلم فيه إن إحنا محتاجين إن كل صوت له حق التصويت لازم يقول أنا كمصري شاركت في هذا المشهد التاريخي أنا حطيت أنا جزء من الصورة وسواء كنت مؤيد سواء كنت معارض أنا موافق على الشكل ده أنا موافق على إن الدولة سياسية بالطريقة الديمقراطية تسير بهذه الطريقة إن إحنا نسير كلنا على هدف ورؤية واحدة لبناء الدولة المصرية إحنا خلف القيادة السياسية في التحديات والمؤامرات التي تحق ضد الدولة المصرية إحنا كلنا محتاجين ده لنفسنا إحنا بالنسبة لنا نستشعر لأن دي لحظة مهمة إحنا بالنسبة لنا مرينا بأزمات كتيرة في الفترة روح الفخر روح الانتماء ولما الدولة هي عمالة بتتحايل عليك وبتقول لك دلوقتي إن إحنا عايزينك وعايزك شارك ده يدل إيه ده يدل إن أنت في مرحلة من المراحل أنت كمواطن مهتم بيك حد حريص على إنه يسمعك فإنت لازم اللي حريص على يسمعك إذا أنت نفسك لابد تقول صوتك دولة إنه لازم تكون جزء فاعل في هذه المشاركة أيا كان للرأي يعني هذا الرأي هو حرية كل مواطن هو يختاره لكن إنك تكون جزء من هذه المشاركة هي دي رسالة الدولة دائما طبعا وبعدين هو أنت بالمشهد اللي موجود بيقولي دي هذه الانتخابات تعددية تنافسية شفت الناس شافت بعنيها إن هي بالنسبة لها إن الإعلام كان على مسافة واحدة من جميع المرشحين ودي حقيقة ترجمة نانسي قنقر